هذا وقد تعرض المواطن القطري حمد عبدالهاد المر للضرب والإهانة بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة العربية السعودية إلى دولة قطر وقد نشر مقطع فيديو يظهر حمد المر وهو يجبر على أداء تمثيلية تدعي بأن تم خطفه من قبل شخصيات سعودية لكن سرعان ما كشف شقيق حمد المر أكذوبة تلك التمثيلية في تصريح له على القناة الإخبارية السعودية قالوا في إعلامهم ورددوها مرارة العام الذي لم يحج فيه قطري لكنه العام الذي حج فيه ما يربع عن 1500 حج قطري بعد وساطة تقدم بها الشيخ عبدالله بن علي الثاني لم تلقى إلا القبول والتسهيلات غير المستغربة من خدم الحرمين الشريفين وليس غريبا على كريم المزن عذب الأمطار السلطات القطرية اتخذت من الحج ورقة سياسية ظنت بأنها ربحة وضيقت على حجاجها قبل أن يأتيهم الفرج أتم القطريون حجهم برحة وطمأنينة لكن مسلسل التضييق استمر حتى بعد عودتهم فاستقبلتهم السلطات القطرية بالعتب والمحاسبة وبنظرة الخيانة ولعل القضية الأبرز والأكثر تداولا هي قضية حمد المري الحج القطري الذي تم خطفه بعد عودته الأراضي القطرية وتم إرغامه على أداء تمثيلية يظهر فيها بالمخطوف الذي يهان من شخصيات سعودية وبأرض سعودية لكن القصة الملفقة سرعان ما كشفت وإليكم ما قاله جابر عبدالهادي المري شقيق حمد المري حسب معلومات زوجته اللي وصلات ريا أن الرجل بداية دخوله استقبله مجموعهم الضباط عزلوا من أسرته تواصل مع ابنه الكبير عبدالهادي جاء خذ الأسرة خذ والدته وخذ أخوانه أبوه يعني اعتقل ولا نعلم عنه شيء إلا أنه كلم اليوم يطلب ملابس معتقل لدى الجهزة الأمنية القطرية بعدين المقضى على خير انتشر أنها مخطوف يعني تعرف الاختطاف وتهديد المقضى على خير اللي انتشر طال عمرك لو كان تعرض أخي أنا مقيم في الأحساب لو تعرض أخي لاختطاف داخل حدود السعودية أول ما يعلم أنا أول جهزة الأمنية السعودية لكن يعني حسب تصريحات زوجته وتواصلي معها أنه خلال رحلتهم وعودتهم إلى غطر ما أحد اعترض له حمد المر لازال مجهول المصير لم تكشف أي معلومات من سلطات قطر عن موقعه ومآله وما الذي جرى له بعد عودته إلى قطر حمد المر حبيس بلده حمد المر معتقل لدى نظام يرسم طريق الحياة والموت والدمار والفوضى لدول المنطقة بدافع حقوق الإنسان والحريات فأين حقوق الإنسان في قطر تحركت جمعيات حقوقية لمتابعة القضية وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عن كشف مصير المواطن القطري حمد المري وعربت عن استكارها لما تعرض له من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية وقد استحال على ممثلي الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه أو إمكانية تحديد موقعه كما أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه للاعتداء الذي تعرض له حمد المري وأكد أنها مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والسكوك الحقوقية الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد من جانبها أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تأييدها للبيان الصادر عن الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان وأكد رئيس الجمعية محمد الكعبي أن هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية مصير المري حمد لا زال مجهولا ومرتكب بحقه أثار حفيظة الشعب القطري الذي بات ينظر لركن الإسلام الخامس بخيفة وتوجس فحجاج بيت الله الحرام يعودون كما ولدتهم أمهتهم بيضا صحائفهم إلا أنهم بالنسبة لقطر أسماء سوداء في قائمة سوداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر